أيضاً قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من التقديم الذي نشاهده اليوم هذه الآراء والأفكار والأذواق والسياسات والاجتهادات التي في غير محلها في مقابلة نص ثابت إما من آية أو من حديث إذا جاء المفترض للجميع الإذعان والقبول والانقياد والمحبة لهذا النص لكن تشاهدون اليوم النص ما أنسوله في موضوع ولا تذكر دليل إلا وعارضك واحد من رواد الدوانية تلقى مسلم يصلي صلى ستين سنة صدقاته ما شاء الله ينفق الليل والنهار لكن عندك خلل في هذا الموضوع العقدي المهم الذي هو أسمى صورة من صور عبودية العبد لربي في أثر حقيقة وقفت عليه لعمران بن حسين يقول أبو قتادة كنا عند عمران بن حسين في رهط مننا تجمعين حنا جماعة وفينا بشير بن كعب قال فحدثنا عمران يومئذ يقول لهم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله الحياء خير كله أو الحياء كله خير جاء بهذه الرواية وبهذه الرواية بشير بن كعب كان موجود ويحدثهم عمران بن حسين فقال بشير بن كعب قال حنا نقرأ في بعض الكتب كتب الحكمة إن منه وقار لله عز وجل ومنه ضعف فقال قال فغضب عمران حتى حمرت عيناه شوف شدة الغضب مو تأثر في وجنتي حتى في عينيه عصب وحمق عليه قال فغضب عمران حتى حمرت عيناه وقال ألا تراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه أقول لك الرسول يقول شديد وتقول لي كذا وكذا فهنا شاهده اليوم تقول له حديث يقول لك لكن لكن لا فيه كذا الشيخ الفلان قال كذا هذا قلة أدب وحياة مع الله عز وجل إذا جاك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارضه بقول أحد كائنا من كان ولو كان عالما ولو كان حاكما ولو كان فيلسوفا شاهدها اليوم أيضا من الأدلة يقول الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من النص إجمع إذا صحت السنة ما تعارض أبدا أذكر في أحد المحاضرات من طلاب الثنوية قبل أسبوع قلت له حكم مسألة والله نسيت ما أدري شنو المسألة قلت له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا قال أستاذ لكن هل هذا في خلاف بين المذاهب الأربعة شوف أن موضوع التسليم ضعيف حتى عند أبنائنا قلت له يا ابني هذا السؤال خطأ إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر لأي خلاف ولو كان موجودا إذا صح الحديث لا تنظر للخلاف الفقهي بين المذاهب وهذا سيأتينا معارضة التسليم بالخلاف الفقهي وهذا موضوع مبحث مهم جدا لكن أنا أقول لك وجودا عند أبنائنا موجود حتى في مظاهرنا لكن ترى فيه خلاف الشيخ الفلاني يقول بكذا هذا من ضعف التسليم عند الناس يقول عمر بن عبد العزيز وقد كتب كتابا إلى الناس وأشاء وأذاعة لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص لجاك السنة لا تعارض لا بقانون ولا بمذهب ولا بعادة ولا بأي أمر كنت تعتاد عليه ويقول الزهري سلموا للسنة ولا تعارضوها السنة إذا جدتك سلم وانقاد وقبل لها ويقول الإمام أحمد لأحمد بن الحسن ألا تعجب الإمام أحمد يقول لأحمد بن الحسن يقول تب يقول لك شيء تعجب منه شوف إمام أهل السنة ما هو الشيء الذي عجبت منه يا إمام قال يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع ويقال له يعني قال فنان فيقنع شاهد اليوم تقول لأ حديث الرسول في وصفة طبية ولا في طريقة في التعامل في الحياة يقول لك ما يقنعك يمكن ما يردك بس في نفسه مهوم اقتنع تقول لأ قال فليسوف الفلاني قالت الحكمة الفلانية يطير فيها ويمكن يحطها في الحالة عنده ولا في مواقع التواصل هذا من ضعف الانقياد للنص وعدم تعظيمه وقبوله اشتركوا في القناة